السلام عليكم هام كشفت لجنة التربية النيابيات اليوم الأحد عن مقترح نيابي لتعلق الامتحانات نهائية البكالورية للصف الثالث متوسط فيما أكدت أن مجلس الوزراء سويسوت على هذا المقترح في الجلسات المقبلة قال عضو لجنة عباس الزاملي لوكالة شفق نيوز إن لجنة التربية النيابيات قدمت مقترحا إلى وزير التربية علي حميد لتعلق امتحانات البكالورية للصف الثالث متوسط والاعتماد على درجات نصف السنة خصوصا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في الآوينة الأخيرة في البلاد وأضاف أن اللجنة لديها اتفاق مع وزير التربية على طرح المقترح للتصويت في أحدى الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء مع سلامه اشتركوا في القناة